سنقرأ من 22 إلى 25 أشهر سنقرأ للبرج الرائع جداً من صاحب الصفات المميزة وهو من أذكى الأبراج بصاحب الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج من الخارج دائماً بيقوم بقمة الجمال والأناقة من الداخل لأخلاق رائعة جداً ومساعد دائماً للآخرين أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جداً برج الميزان الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والأشخاص الجديد على القناة ما ينسونه بالاشتراك مهم جداً نفعل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعاً للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رحم الواتساب تحتسبل الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات بتشكركم على التعليقات الرائعة جداً اللي تكتبولي إياها اللي بترفع عندي الطاقة الإيجابية لأنه للتعب منك قد تشعر بعض الإرهاق الجسدي وخصوصاً لأنك أكثرت من أعمالك الإضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه حاول لمولود برج الميزان بعد ما تنهي إذا في أعمال عندك متراكمة لأنك تأخذ قصد أن الراحة الكافية لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد هناك خلاف بينك وبين شخص حدث في الفترات الماضية بسبب الفتنة من أحد الأشخاص المقربين من حولك استضح الصورة أمامك ولح تقدر تعرف صديقك من عدوك ورح ترجع وتصالح هذا الشخص وترجع الأمور إلى ما جريها مثل ما كانت في السابق وعلى قولت المثل يا أصدقائي ما في محبة إلا من بعد عداوة أما العازبون أنا بعرف أنك تجاوزت فترة كانت مش سهلة عليكم يا أصدقائي وخصوصاً اتعرضت لخيبة آمال من أشخاص عزيز عزيز جداً على قلبك وما أوفى بالوعود إلى أوعدك فيها هذا الموضوع خلاك تشعر في الوحدة رغم كثرة الناس حولك اعلم يا ولود برج الميزان مش كل أصابعك واحد زي ما فيه السيئ فيه المليح وإن شاء الله أو يسر لك ولا دي الحلال دائماً قدامك وقبال طريقك بس حاول يا مولود برج الميزان قبل ما تفوت بأي علاقة عاطفية أنك تدرسها مالية لأنه فيه أشخاص كثيرين جداً سينعجبوا فيك في الفترات القادمة وخصوصاً من خلال مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتساب وأشياء من هذا القبيل سيتقربوا منك ورح يحاولوا أنهم يكونوا معك علاقات عاطفية إن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح أما الأشخاص اللي عندهم مشريك حياة مستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي؟ يعني بكون فيه شخص متفقين توية على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل هناك بعض هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الحبيب وخصوصاً أنك تسمع أنه في عنده علاقة ثلاثية حاول قدر المستطاع أنك لا تستمع للإشاعات بدون أدلة قاطعة وخصوصاً هناك العديد من الأشخاص اللي ينظروا إليكم نظرة الغيرة والحسد وهناك شخص سيء جداً لدرجة أنه ما رح يتوانى أن يقوم بأعمال ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية والأعمال السفلية بهدف أديتك أو يصير انفصال فحاول قدر المستطاع أنك تكون قريب جداً من الحبيب تعرف ماذا يدور في رأسه عشان تتجاوب على عديد من الأسئلة التي تدور في رأسك أما المتزوجون وأخيراً الشريك سيعرف قيمتك ورح يعرف أنه أنت شخص رائع جداً وعبارة عن ذهب صافي ستكون فترة رائع جداً مليئة في الحب المتبادل وخصوصاً أنه هناك العديد من السفرات القصيرة ستكون أغلبها في الأمور الاجتماعية زيارة الأقارب والأصدقاء ستكون ثنائي مميز رائع جداً تتحدثوا بطريقة ذكية جداً تلفتوا في انتباه الجميع إليكم المتبادل غير اعتيادية مثل آلام في المعدة وآلام أسفل الظهر وآلام في الرأس كشقيقة بعض التساقط في الشعر حاول قدر المستطاع أنك تخلي أمورك الصحية هي أهم أو لوياتك إعلامي مولود برج الميزان إذا راحت الصحة راح كل شيء فلا تتردد أنك تذهب للطبيب وتعمل فحوصات اللازمة وتتطمن على نفسك لأنه يا أصدقائي دائماً كل شيء بتعالج بخلصه بروحه والما بتعالج بالثاقم وبزيد أما بالعمل الأساسي اللي أنت قائم عليه هناك بعض الأعمال تتراكم عليك مولود برج الميزان حاول نفتني هذه الأعمال عشان ما تقعد فخر المسؤولية أمام رؤسائك في العمل وخصوصاً أن هناك بعض الزملاء اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد وبيستنوك على غلطة عشان يشوهوا سمعتك أمام رؤسائك في العمل وخصوصاً أشخاص إذا كان في عندهم ترقية أو منصب جديد فحاول أن الأعمال متراكم عليك عشان ما تقعد فخ المسؤولية تكثرون الاتصالات القريبة والبعيدة يكون أغلبها في الأمور المهنية وخصوصاً الأعمال الإضافية فتنصب اهتباماتك على الأعمال الإضافية بهدف أنك تحسن من وضعك المالي وخصوصاً أن تزداد عليكم أعباء الحياة من النفقات والمصاريف في اليومية والشهرية حاول يا مولود برج الميزان أنك تضبط ميزانيتك ستلاحظ هناك العديد النفقات والمصاريف اللي ما إلها داعي من الأساس قد يحدث بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين أحد أفراد العائلة حاول قدر المستطاع ضبط أعصابك قدر المستطاع من برج الميزان عشان ما تفقد السيطرة على الأشخاص اللي من حوله وخصوصا أنه هناك العديد من الأشخاص اللي بيحاولوا زرع الفتنة بينك و بينك أشخاص الآخرين وأيضا بيحاولوا يشوهوا سمعتك يا مولود برج الميزان الله يحماك بحمايته و يبعد عنك كل مكروه فحاول أنك تزيح الغباش على عيونك وتعرف صديقك من عدوك أما في الأمور الدراسية وخصوصا الأشخاص المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية فحيبلوا بلاء حسن سيحققوا نتائج رائعة جدا يفتخروا فيها أمام أفراد العائلة والأصدقاء يطلقوا اتصالات رائعة جدا كتهنئة على هذه الإنجازات في الأمور الدراسية وستتفوق على جميع الزملاء اللي من حولك ستشعرون نهاية هذه الفترة في ثقة النفس المضاعف وخصوصا أنك ستحقق أحد الإنجازات التي تسبو إليها فحاول يا مولود برج الميزان أنك تحافظ على مستواك وخصوصا الأهداف اللي أنت كنت مركز عليها بالفترات السابقة خصوصا الأهداف البعيدة المنال لأنك تشعر أحيانا في بعض اليأس أو بالأرهاق الجسدي ممكن يخليك أنه تترك هذه الأهداف التي تسبو إليها لكن اعلم إذا تركت هذه الأهداف خسارتك رح تكون كبير جدا أكتر من ما تتوقع يبتسم لك الحظ أيضا في الأمور المشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين ولا تتردد أنك تحكي أفكار والمشاريع الرائعة جدا اللي أنت دارسها مسبقا أنك تحكي لأشخاص اللي من حولك لن سينعجبوا بهذه الأفكار وهذه المشاريع سيحاولوا تقربوا منك بهدف أن يكونوا معك شراكات تتعود إليك وإلهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد وخصوصا استمتع بقدرة رائعة جدا أنك قادر أنك تقنع أي شخص باللي بدك إياه فاستغل هذه الميزة ويدفع المصالحك إلى الأمام نكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر لما بحالف الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحال بك الحظ وتكون أحد الرابحين معي بهذه القراءة أما للتواصل على طريق الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي تربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفياً ومهنياً وتوقعات أشهر القادمة بإذن الله تعالى ومليئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك للأعمال السفلية والأعمال السحرية أو إلى سحر الطعم وأخطرش يا أصدقائي سحر الطعم لأنه ممكن يحط لك بأي شيء بتشربه أو بتوقله الله يحمىك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل